اشتركوا في القناة صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي صحة وسعادة صبحكم الله بالخير مستمعين الكرام وسعد الله وقاتكم بكل خير وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم صحة وسعادة صحة وسعادة برنامج تقدمه لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر إذاعتكم المميزة دائما إذاعة نور دبي وبالشراكة أيضا مع مستشفى الزهراء في هذا البرنامج نطرح العديد من المواضيع الصحية والطبية اللي تشغل به للجميع فأهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة ونتمنى لكم إن شاء الله تقضون معنا ساعة إذاعية مميزة مليئة بالمعلومات مليئة بالفائدة إن شاء الله اللي بتحصلونا من خلال فقرات هذا البرنامج أطيب التحيات مني محدثكم أحمود يوسف العلي من خلف الميكروفون وأيضا في التنسيق معنا حمد المعيوف صباح شاء الله بالخير حمده صباح الخير عيسى سبيل بعد غياب طويل هذا معنا في الحلقة يا أخي افتقدناك يا عيسى عموما مستمعينا أيضا اليوم أنا بقدم الحلقة بروحي أنتم تعودين دكتورة ندى تكون معنا لكن دكتورة ندى عندها مقيمين قالت لي في المركز فمضطرة أنه يعني تعتذر عن البرنامج وقالت لي استسمح لي من المستمعين لكن نتمنى لإن شاء الله التوفيق وإن شاء الله عادة يعدون التقييم ويحصلون لنا إنجاز يديد وجايز يديد إن شاء الله عموما مستمعينا أول شيء نبغي نوجع عنايتكم إلى أن هيئة الصحة بدبي ما تزال تواصل استقبال رواد معرض ومؤتمر الأرب هيلث أو مؤتمر الصحة العربي صحة العرب اليوم وحتى يوم الخميس إن شاء الله نحن نستمرين معكم من الساعة 10 إلى الساعة 6 في قاعة الكونكريس بمركز دبي التجاري العالمي المعرض مليء بالمعلومات الصحية والطبية هذا المعرض يعني زوارة تقريبا 120 ألف زاير وأيضا فيه 4400 شركة وعارض موجود في ما شاء الله نحن لو نصك الباب أعتقد بيكون أفضل عموما ما ناخذكم جولة على أهم الأخبار اللي عندنا زي يقول لكم يا جماعة الخير علماء يكتشفون أو يكشفون عن أكياس الشاي المضرة بالصحة أفادت مجموعة من العلماء الألمان أن أكياس الشاي الأسود تحتوي على مواد مضرة بصحة البشر حيث قاموا مختصون بعمل اختبارات لثلاثة أنواع من الشاي الرخيص الثمن وثلاثة أنواع من الشاي باهض الثمن هذا وأظهرت النتاج أن جميع أنواع الشاي المدروسة تضم على الأقل أربع أنواع من المبيدات الحشرية كما أن العلماء وجدوا ما لا يقل عن عشرة أصناف من هذه المواد الضارة في نوع واحد من الشاي وتكمن المشكلة في الورق المستخدم في أكياس الشاي نظراً لاحتوائي على مادة الإبكلورهيدرين المستخدمة في صناعة الورق والبلاستيك والمبيدات الحشرية طبعاً الجدير بالذكر هنا أنه بمجرد ملامسة هذه المادة للماء يتشكل مركب مصرطاً اسمه MCPD3 وهذا الذي يعد مشكلة جديدة في قطاع الغذاء العالمي بحسب العلماء ناقصين نحن حين الشاي خبر عزيز ما نبغي شاي خلاص شاي أحمر ما نبهه شاي أسود ما نبهه ما شرب قهوة إن شاء الله بس ما ما تكون مسرطنة لا الفكرة يا جماعة الخير أن بأمانة صارت يعني عملية أن الواحد ينتقي الغذاء المناسب ويد صعبة ولكن يعني الحافظ رب العالمين لكن نحن شو نقول نقول قدر الإمكان الواحد يحاول أنه يتوجه إلى الحلول اللي تكون إن شاء الله يعني الأورغانيك أو الطبيعية أو اللي الواحد ممكن أنه يتحاشى قدر الإمكان أنه يتناول أي شيء ممكن أنه يزيد من الأمراض اللي موجودة عنده أو أنه الأمراض اللي ممكن أو الأشياء اللي ممكن تسبب لأمراض أكبر طيب نذهب الآن إلى الرسالة الصباحية الخاصة به وسائل التواصل الاجتماعي في هيئة الصحة بدبي عندنا رسالة تقول إن كنت تريد أن تعيش مستقبلا أكثر صحة وسعادة فعليك أن تبدأ بتغيير وجباتك ونمط حياتك اليوم سبحان الله يعني نفس الموضوع نتكلم فيه فالرسالة تقول لازم تغير وجباتك ونمط حياتك اليومي طبعا مستمعين بالنسبة نحن اليوم يوم الأربع وعادة نحن ما تعودنا أن تكون هناك عيادة ذكية معنا هذه العيادة هي مبادرة طرحتها وهيئة الصحة بدبي عبر وسائل التواصل الاجتماعي في هذه المبادرة دائما ما تكون هناك يعني المعلومات والأشياء اللي ممكن تتواصلون فيها مع الأطباء ومع الدكاترة من خلال حسابات التواصل الاجتماعي ولكن اليوم نظرا لأننا نحن مرتبطين بصحة العرب بهذا المؤتمر فأعتقد أن الجماعة أجلوا موضوع العيادة الذكية لين الأسبوع القادم طبعا صباحكم ورد وجوري وخوي من قطر حياك الله معنا يا لكطري أيضا حسابات التواصل الخاصة في هيئة الصحابي دبي على قنوات العلامة الاجتماعي يقول في تويتر وإنستجرام وسناب شات وبريسكوب هو DHA underscore Dubai DHA underscore Dubai وبالنسبة لي الفيسبوك ولينكدن ويوتيوب تقدرون تكتبون Dubai Health Authority طيب بعد الفاصل إن شاء الله بتكون عندنا مواضيع كثيرة ما نتكلم عن بعض الأشياء المعروضة من خلال آآ مؤتمر آآ الأرب وهو عندنا موضوعين أول موضوع ما نتكلم عنه بخبركم عنه اللي هو الثيرمومتر الثيرمومتر شو هو بالضبط كيف آآ واصل ليش سموه ثيرمومتر يعني كل هذه الأمور ما نتعرف عليها من بعد الفاصل بتكون معانا إن شاء الله دكتورة هي والأستاذة لكن نحن أي حد ما نقول لدكتورة عندنا شو رأيكم أي حد في الصحة نقول لدكتور أنا قاموا يسموني دكتور يقولوا وين عيادتك عموما أستاذة حميدة زرعوني بتكون معانا إن شاء الله بتتكلم عن موضوع الثيرمومتر ومناخذ التفاصيل الخاصة بهذا الموضوع وشو هو هذا الموضوع والثيرمومتر شو يقيس بالضبط فكل هذه المسائل شو يعني الموشيرات اللي يقيسة يعني وايد أمور ما نطرحها من خلال هذا الحوار مع الأخت حميدة زرعوني ولكن بعد الفاصل فبعد الفاصل يعني ما نتواصل ورقام التواصل معنا 6-0-0-5-5-1-4-1-4 أو عن طريق رسالة نصية على 4-0-0-6 فاصل وراجعين صحة وسعادة أسعد الله وقاتكم مرة أخرى مستمعين الكرام وحياكم الله معنا في برنامجكم صحة وسعادة هذا البرنامج اللي تقدمه لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر إذاعتكم المميزة دائما إذاعة نور دبي طبعا مستمعين نحن لقدنا أن هيئة الصحة بدبي تشارك بحزمة كبيرة من الخدمات الذكية التي تعرضها في معرض الصحة العربي من هذه الخدمات تطبيقات ذكية منها تطبيق طفلي، تطبيق حياتي، تطبيق صحتي، تطبيق التبرع بالدم أيضا في أنظمة ذكية تم طرحها في هذا المعرض وتكلمنا عن الكثير من المواضيع البارحة كانت حلقتنا عن التقنيات الجديدة في عالم الأسنان كنا نتحدث عن عيادة الأسنان الذكية أو تطبيق تقنية الطباعة 3D للأسنان كانوا موجودين معنا الجماعة من إدارة الأسنان اليوم عندنا برنامج مثير للاهتمام برنامج جميل جدا نظام لقياس مؤشر أداء برامج ومبادرات الهيئة الاستراتيجية اسمه ثرمومتر شو يعني ثرمومتر؟ وشو اللي يقيسه بالضبط؟ ما نتعرف على هذه المعلومات مع لخة حميدة الزرعوني ضابط نظم معلومات أول في هيت الصحبة في دويحة يا تشار الله معانختي اليوم نحن نتكلم عن ثرمومتر أول شيء أبغي أعرف شو هو هذا النظام؟ شو اللي يقيسه بالضبط؟ ويعني شو مؤشرات الأداء اللي يحاول يقيسه؟ بسم الله برنامج ثرمومتر هو يعد أحدهم الحلول الحديثة المبتكرة تتسمى الشفافية والوضوح والدقة في متابعة تنفيذ البرامج استراتيجية ومشاريع خطة استراجلت هيئة الصحة 2016 2021 من خلال هذا البرنامج ممكن نتابع مراحل تقدم ومستوياته للمشاريع تأكد من تكامل تحقيق الهداف وتوافق معدلات التطوير مع البرمجة الزمنية المحددة يعني الاسم شوي غريب اختي حميدة ليش سميته ثرمومتر؟ ثرمومتر الله سلمك احنا ثرمومتر فيها ثات درجات حرارة اي نزيل؟ هو يعني انطلق البرنامج امور طيبة في الاصفار احنا في قيد تنفيذ البرنامج اوك ثمات الحرارة حين ثمانية ثلاثين نقول الاحمر هو مرحلة الخطر او احنا ما بدينا في البرنامج اوك نقول الحرارة تفعد وهذه تقيسون بالنسبة الادارات كلها احنا حاليا نبدأ من الشاريع الاستراتيجية مشاريع السرعة 15 مشروع برنامج تحتها 108 مشاريع 108 مشاريع وانتو بديتوا بالمشاريع الرئيسية لـ 15 مشروع تتذكرينه من المشاريع الرئيسية هذي اذا الذاكرة يعني احنا هالمشاريع لازم تبدأ من 2016 وتنتهيه لـ 2021 فهي على مراحل على الخطة اللي هي الخطة الزمنية فبدأنا فيها من مشروع سلامة المالفلكتروني الذكي في التأمين الصحي تأمين الصحي هذا المصدان وعندنا بعد مشروع نابض شغالين فيها هالسنة إن شاء الله يطلقونها يبدؤون فيها لها السنة إن شاء الله يا رب في مراكز التميز الصحية للأورام والمركز لزراعة الكلة جميل هم بعد شغالين فيها هالسنة وإن شاء الله مشاريع الياية إن شاء الله 108 مشاريع والد جميل نحن نتحدث عن هذا النظام نظام ترمومتر أهمية وجود مثل هذا النظام لقياس مؤشرات الأداء شو أهميته وليش يعني هذا النظام يعني جداً مهم لجميع الإدارات اللي موجودة عندنا في الهيئة أولاً هالنظام الإلكتروني كل حد يقدر يدخل عليه فيها شفافية فيها آآ مصداقية في المعلومات مهم آآ ممكن قلنا هو نظام مرة متكامل التنفيذ تحديث المؤشرات الأداء باستمرار بما توفق مع الأوليات وإنجازات الإدارة الأولية ومجلس الاستراتيجية آآ بعد أن المعلومات اللي فيها تكون معلومات معتمدة ومدروسة يعني المصداقية أمية بأمية وبعد نظام صحناً الإلكتروني سهل الاستخدام إذا الإدارة الأولية أو الموظف يشوون المعلومات اللي فيها بتكون سهلة من المخلال الألوان أنت ذكرت نقطة وايد مهمة اللي هي الشفافية والمصداقية آآ الشفافية في آآ في طرح المعلومات يعني الواحد ما يعني صعب أن يتلاعب أن يقول والله أنا وصلت لهذا المؤشر ولا ما وصلت إلا إلا إذا كانت هناك حقائق تفيد بأن بالفعل هذا المؤشر تم تحقيقه فهذه الأساس في عملية التقييم والأساس اللي يسعون له دائماً المقيمين الجودة والتميز دائماً ما يسعون إلى طرح المعلومات بشفافية لماذا؟ لأن وجود مثل هذه المعلومات بالشفافية اللي الواحد يطرحها هي السبيل الأمثل لتطوير الخدمة وتطوير العمل وتحقيق التميز فهذا النظام قلت أنه يتميز بالشفافية كيف أنتوا تحققون هذا المحور المحور الشفافية والمصداقية؟ هذه الصحة أنشأت في 2016 مكتب اسمها مكتب التنفيذي للتحول التنظيمي من شأن هذا المكتب أن فيها استشاريين يتابعون قادرة البرنامج المبادرات يساعدونهم أي معلومة قادرة البرنامج أو المبادرة سواء كانت الشركة الداخلية أو خارجية بوجود هالاستشاريين يتأكدون من صحة المعلومة تكون على استندرات عالمية على متطالبات حكومة الدبي وحكومة الإمارات وتكون موجودة في النظام يحاصب عليه الشخص عندما تدخل فيها المعلومات يكون هذا النظام بعد متطبط فيها الإدارات الثانية سواء من ناحية الميزانية أو الـ HR المال البشرية فما في مجال أولاً للتلاعب في المعلومات لأنه إذا بحث يعطي المعلومات فيه استشاري مصدر سورس قادرة يتأكد بمصداقتها المعلومات قبل ما نرفعها للنظام جميل الآن أنتو تعرضون هذا النظام في الـ Arab Health خبرنا شو اللي ياسين تعرضونا بالضبط؟ نحن حالياً نعرض فيه نظام استراتيجية هيئة الصحة فهذا ممكن أول مرة نعرضها للـ جميل ويحصون استراتيجية بعد موجودة بالدوكومنت كامل في موقع هيئة الصحة dha.gov.ae اللي حابيت طلع على الاستراتيجية استراتيجية هيئة الصحة بدبي اللي تم اعتمادة واطلاقة من قبل سيدي صاحب اسمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي انتوا وفرتوا هذه الاستراتيجية موجودة حالياً في موقع هيئة الصحة اللي هو www.dha.gov يعني من دبي health authority dha.gov.ae ممتاز اوكي هذا جزء الجزء الثاني احنا عرضين فيها 15 البرنامج بوضع البرنامج اللي يشوفه هي اللي يزورنا في المناصطات الصحة يشوف احنا البرامج اللي بدينا فيها مهم ممكن بعد ندخل فيها تفاصيل البرنامج قائد البرنامج معلومات عن البرنامج المؤشرات الاداء اللي حنقيصها بناء على تنفيذ هذا المشروع هذا يعني بكل صفافية ووضوحة هنا عرضينها في الأرب الثالث وكل حد ممكن ان يطلع عليها ويطلع عليها صحيح اذا يعني نقدر نقول نتم الاستخدام الفعلي لهذه التقنية نعم 100% ان شاء الله ان شاء الله ومتى ما نشوف النتائج مالتها النتائج اكيد تعتمد على المبادرات والمشاريع المطروحة احنا ناوينا ربع سنة ربع سنة ويكون اعلان عن النتائج وتكون اعلان داخلي للموظفين والإدارات العليا طيب انا اذا بسأل الحين بسألتش يعني عادة ما يعاني اللي يشتغلون في ادارات الجودة والتميز دائما ما يعانون في مسألة ان تعاون الادارات في هيئة الصحة لأخذ المعلومات او استقطاب مثل هذه المعلومات طب عنده حطيته هذا النظام مادة النظام يقيس الكترونيا والمفروض ان الواحد يعرف هو وين واصل ويشوف العلامات اللي انت قلتي الثلاث ألوان الأحمر والأخضر والأصفر والأصفر انزين؟ طبعا نحن ما نبغي أحمر ولا أصفر مع ان يواصلاوي لكن نقول ان شاء الله كل شيء يكون أخضر لكن السؤال في هيئة الصحة كيف شايف الموضوع هل هناك بالفعل استيعاب لثقافة الجودة والتمييز في هذا المجال أم لا؟ بشكل عام يعني؟ هو بشكل عام الهيئة ما قصرت دربت الكادر المناطفين اللي عندهم طرشتهم دورات وثقافة موجودة من 20 سنة التمييز والجودة نحن هنا في هذا النظام فيه شفافية فيها الترونيكس سورس نحن قبل كان عنا من 20 سنة إذا جعلت استعمال طريق أنظمة الماكروسوف بس هل ما راح نحبين نكون على نظام واحد نقص فيها حتى خطوط التشغيلية للإدارات نحن فيس وان نحن مشاريع الاستراتيجية نحن فيس طول المشروع بيكون خطوط التشغيلية للإدارات نحن عن طريق الخطوط التشغيلية نقص أداء كل الإدارات مشاريع الإدارات الوردفورس اللي سوينها يوميا تعسكات الداية اللي مالهم كده تم قياسه عن طريق النظام اللي فيس طول يكون برمجة خطوط التشغيلية في النظام جميل جدا طيب بدأخلون برنامجنا ضمن النظام هذا برنامج صحة وسعادة ولا أكيد انت الطب بزاعة الله خير أستاذة حميدة الزرعوني أستاذة حميدة طبعا هي ضابط نظم معلومات أول في هيئة الصحة في دبي ويا جماعة الخير ما شاء الله عليها يعني يوم تبغي الشغلة عشرين مرة عشان تحصل الشغلة اللي تباها يعطيكم ألف عافية بالعكس هذه ميزة نحن لما نقول هذا الكلام لأنه نقوله من باب الثناء على حرصكم في أداة العمل على حرصكم على ضرورة يعني توفير كل المعلومات اللي ممكن أنها من شأنها تحقق تمييز الهيئة وتعريف الناس بهذا التمييز لأنه هناك عمل جبار من جميع الموظفين الكل قاعد يحاول أنه يطلع بهذه الهيئة بشكل متميز وهذه الثقافة التي يجب أن تتواجد ليس فقط في هيئة الصحة ولكن في جميع الدوائر والمؤسسات الحكومية والخاصة الواحد يكون بينه وبين نفسه أول شيء يحاول يغير من نفسه صحيح أنا غلطان أن يغير من نفسه ويحط في نفسه ثقافة التمييز علشان يقدر أنه يعطي ولو جزء بسيط من الدين اللي عليه لهذا الوطن الغالي فكن متميزاً والتمييز يبدأ في الذات صح؟ عموماً شكرا لتحميدة نحن بعد الفاصل مستمعينا حميدة تطرقت لموضوع من بين المبادرات اللي تحدثت عنها هي مبادرة النظام الإلكتروني الموحد الملف الإلكتروني الموحد عفواً اللي هو سلامة فننتكلم عن هذا الموضوع بالتفصيل بعد الفاصل فابقوا معنا ولا تذهبوا بعيداً فاصلوا وراجعين صحة وسعادة سعد الله وقاتلكم مرة أخرى مستمعين الكرام حياكم الله معانا في برنامجكم صحة وسعادة هذا البرنامج اللي تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر إذاعتكم المميزة دائماً إذاعة نور دبي طبعاً مستمعين قبل الفاصل أننا نحن نتواصل معكم مع الأستاذة عائشة خلفان العلي هي رئيس بناء فريق سلامة في هيئة الصحة بدبي طبعاً هذا من بينما تعرض هيئة الصحة بدبي في معرض مؤتمر الأربهيلث هذا المشروع الطموح جداً مشروع سلامة نحن نتحدث عن آخر التطورات الخاصة بهذا المشروع وأيضاً التفاصيل الأمور اللي تطرحها هيئة الصحة من خلال المشاركة في هذا المعرض مع الأستاذة عائشة خلفان صباح جل الله بالخير أختي صباحك نور السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام نشكرك أخوي محمود اليوم على حسن الاستضافة بالعكس هذا واجبنا ونحن نشكركم على تواجدكم معانا وتخصيص هذا الوقت الخاص بكم من خلال تعريف الناس بالمواطيع اللي تخص الهيئة اليوم في يعني إنجاز كبير رح يتحقق أو يمكن أن نتحقق لكن أنا بذهب إلى المقر الخاص بإطلاق مشروع سلامة معايا عبر الهاتف الزميل يوسف سعد يوسف صباح الخير محمود عليك وعلى السادة المستمعين وأهلا بك فعلا محمود قبل قليل دشن معايا حميد القطامي رئيس مجلس الإدارة المدير العام للهيئة الصحة في دبي واحد من أهم مشروعات الهيئة التقنية وأهم مشروعات على مستوى الشرق الأوسط مشروع سلامة مشروع الملف الطبي الشامل للمرضى هذا المشروع الهدف منه هو تحقيق أعلى درجات الرضا في نفوس جمهور المتعاملين مع هيئة الصحة في دبي وإسعدهم المشروع محمود تم تدشين المرحلة التقنية لي من قبل دقائق قليلة في قريبا من مكتب مكتبة راشد الطبية سيتم وفقا لما تم تقديمه لمعالغ قطامي من قبل الأستاذ أماني الجسمي مدير إدارة التقنية المعلومات في الهيئة المشروع سيتم تشغيله الفعالية بداية من شهر إبريل ستنضم إلى المشروع مستشفى راشد ومركز دبي للأمراض الجلدية وعيادات المطار ومركز دبي للتأهيل وعيادة البرشة في المرحلة التانية من الربط يعتبر المشروع من هذه اللحظة في حكم التشغيل ابتدى يشتغل أي سجل المريض يدخل على أي منشأة من منشآت الهيئة فهو دخل في السيستم الجديد لمشروع سلامة لكن احنا بنتكلم على مراحل الربط نفسها فالمرحلة التانية في أغسطس بينضم مستشفى دبي وجميع مراكز الرعاية الصحية ومركز دبي للسكري في شهر نوفمبر إن شاء الله بتنضم مستشفى لطيفة مستشفى حتى ومركز دبي للإخصاد ومركز دبي للسلسيمية وجميع مراكز اللياقة الطبية المشروع يعتبر زي الحلم لأنه تم إنجازه في وقت قياسي جميعنا نعلم أن سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم تصدل سموه في العام الماضي بإطلاق ومباركة هذا المشروع وكان في البرنامج أنه سيتم إطلاقه رسميا في أغسطس في عفوا مطلع 2018 الآن هاية الصحة بدبي وفي وقت قياسي أنجزت هذا المشروع الطموح الكبير المهم جدا للمرضى اللي هي يلغي جميع الأوراق جميع المعاملات الوراقية الخاصة بالمرضى والخاصة بعلاقة الطبيب بالمريض والخاصة بالتقارير الطبية كل شيء محمود سيضار بـ كل شيء سيضار عبر أجهزة ذكية وسيستم عالي المستوى الفريق القائم الهيئة أنجزة الفترة الماضية تجهيز وتأهيل أكثر من ستين موظف وموظفها من موظفيها جميعهم حصلوا على شهادة معتمدة دوليا من شركة إبك العالمية تم تدريبهم داخل الدولة تم تدريبهم في الولايات المتحدة الأمريكية على أفضل طرق وصبل تشغيل هذا النظام وهذا المشروع الطموح في الوقت نفسه بيتم حاليا تهيئة جميع منشآت الهيئة مستشفياتها مراكزة الصحية عياداتها لمرحلة الربط الفعلي لكن زي ما قلت محمود بعيد أكداني أن المشروع تم تدشينه تم التشغيل أي سجل المريض دلوقتي يدخل على أي منشآة من منشآت الهيئة فهو داخل فيه مشروع سلامة ما شاء الله عليك يوسف يعني ذكرت كل المعلومات اللي ممكن حاور فيها الأستاذ عايشة خلفهم لكن الأستاذ عايشة نحن ناخذ الجانب الآخر لهذا المشروع جانب الفائدة التي سوف تعود على المتعاملين بشكل كبير من خلال هذا المشروع ولكن يوسف أنا بعيد عن المشروع أنا أريد أن أعرف الأجواء التي كانت أثناء انطلاق مثل هذا المشروع أبن حمود أنا حابب أوصف هذه الأجواء لأن معالي أحمد القطامي توجه بالشكر لكل فرد في فريق تقمية المعلومات وكل فرد وكل من أسهم في تنفيذ هذا المشروع وخروجه إلى النور وإلى الواقع وإلى التطبيق في جميع مستشفيات ومراكب الهيئة معالي يوجه الشكر لم يكتفي الشكر الموجه لي در تقمية المعلومات وفرق العمل واللجان النوائية لكن لكل طبيب وكل ممرض وممرضة وكل فني وكل موظف في هيئة الصحة في دبي لأن معالي يعتبر أن كل واحد أسهم بدور ومستهل مسئولية وستفاني في آآ خروج هذا المشروع الأول من النوعة على منطقة الشرق الأوسط اللي يبقى في ملف شامل بكل مرضى في وقت تانية برضو اسمح لي محمود أكثرها الهيئة دخلت في احنا حدثنا عن سريق هو موظف وموظفة لكن تم تأهيل 11 ألف موظف وموظفة في منتصبين لهيئة الصحة لدبي حتى يدار هذا المشروع على أعلى مستوى وفق المعيير المعمول بها عالميا شكرا لك زمير يوسف سعد كان معنا من موقع إطلاق الإطلاق الفني لبرنامج سلامة برنامج الملف الطبي شكرا لك يوسف أيضا مستمعين ما نرجع الآن إلى الستوديو معنا الأستاذة عايشة طبعا اختي عايشة يوسف عطانا معلومات شافية كافية ووافية عن هذا النظام وعن الأمور الخاصة بهذا النظام والفائدة التي سوف تعود بشكل عام من خلال هذا النظام ولكن أنا أبغي أتطرق حقيقة إلى بعض الأمور التي تخص رؤية حكومة دبي في إطلاق هذا المشروع ما هي الرؤية التي كانت تسعى لها حكومة دبي يعني أنا أتحدث عن إطلاق سيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد لهذا المشروع في حفل ضخم أقيم لإطلاق هذا المشروع نظرا لأهميته فأنا أريد أن أتكلم عن هذه المسألة الناس أريد أن يعرفون ما يعني سلامة ما هي أهمية سلامة بالنسبة لهيئة الصحة بدبي ولهم هم بالتحديد طبعا تماشيا مع رؤية وستراتيجية حكومة دبي اللي هي قامت هيئة الصحة بدبي برحلة التحول الذكي حاليا دبي تبغي كل شي تحول إلكتروني تبغي تكون يعني الرؤية أكثر أنه يخففون استعمال الورق حاليا ويتفادون الأخطاء الطبية فطبعا بدت هيئة الصحة بدبي برحلة التحول الإلكتروني بإطلاق مشروع سلامة ونفس ما قال الأخوية يوسف توا أن أطلق المشروع الشيخ حمدان بن محمد براشد ولي عهد دبي رسميا كان في فبراير 2016 حيث يتسم أن هذا المشروع هو أكبر مشروع تقني صحي في المنطقة طبعا سلامة عبارة عن ملف إلكتروني طبي شام الموحد للمريض اللي يتيح المريض الحصول على ملف موحد عندما يقوم بزيارة المشآت الصحية اللي تابعة لهيئة الصحة دبي طبعا مشآت هيئة الصحة دبي عبارة عن أكبر تعتبر من أربع مستشفيات كبيرة مستشفى راشد وحتى ولطيفة ودبي وثلاث عشر مركز صحي وأربع مراكز متخصصة فكان استراتيجية هيئة الصحة دبي لتوفير طبعا نظام لرعاية صحية وذكية وتفاعلية للمريض طيب مراحل المشروع نحن واصلين في عدد من المراحل المشروع يعني قاعد ينفذ بسرعة قصوى وفي إنجازات قاعدين نشوفها على أرض الواقع فخلينا نتكلم عن مراحل المشروع ونحن في أي مرحلة حاليا مراحل المشروع الله يسلمك بدت المرحلة الأولى التي كانت عبارة عن التخطيط والتنظيم الخطوة الثانية بدأت بتدريب الموظفين ما يقارب أكثر عن 59 موظف تم تأهيلهم بتعاثم للولايات المتحدة والدربة في الشركة نفسها الدربة في الشركة تقريبا عدنا نحن 16 فريق متخصص طبعا نحن نحاول في مشروع سلام نغطي كافة التخصصات سواء كانت عيادات داخلية عيادات خارجية سواء قسم الطوارئ المراكز التابعة الصحية لها بعدين بدأنا في مرحلة اللي هي بناء المشروع طبعا بناء المشروع هم اللي بنوا المشروع هم موظفين هيئة الصحدبي اللي قاموا بزيارة الولايات المتحدة الأمريكية وحصولهم على شهادة معتمدة من أبك هم اللي بنوا المشروع طبعا كيف بنوا المشروع طبعا نحن كنا نخلي عدنا مثلا دكاترة القلب نيلس معاهم دكتور شو المعلومات المهمة اللي انت تبغيها تكون موجودة في عيادتك كذلك كل التخصصات اللي موجودة في المستشفيات والمراكز الصحية بعدين نبتدي نبني النظام عقب ما بنينا النظام وتجربنا النظام تجريب النظام احنا سويناها على مرحلتين تجريب النظام اول شي احنا بدينا نسوي التجريب نشوف فعالية البرنامج بعدين بدينا ندخل الناس اللي خدنا منهم المعلومات المطلوبة لبناء السيستم بدينا هنا نسوي لهم نراويهم السيستم كيف بيكون عشان نشوف اذا سبحان الله فيه اي فيدباك يوصلنا منهم نعدل البرنامج بحيث ان احنا نرضي اهم شيء الكادر الطبي سواء من الأطبة او التمريض او كافة الموظفين اللي بيشتغلون على هذا النظام حاليا نحن خلصنا مرحلة التجريب نفس ما قالو اخوي توكن تتشين اللي هي التكنيكال جولايف لمشروع سلام الاطلاق التقني لمشروع سلام نعم نحن حاليا الحين الفني او التقني طبعا حاليا 29 واحد بدنا بتدريب الموظفين بدنا ندرب الموظفين عشان يعرفون كيف بيستخدمون النظام كيف بيكون هذا النظام يسهر يساهم بالأثر الإيجابي في توفير الوقت والجهد عنده تقريبا 11 ألف موظف تتدريبهم نعم نفس ما قالو اخوي طبعا النظام او مشروع سلامه موجود في عدة مراحل المرحلة الاولى ان شاء الله بتكون في شهر أبريل 2017 كمستشفى راشد والبرشة والمراكز اللي ذكرها طبعا نحن عندنا اللي هو المرحلة الاولى سوف نقوم بتدريب 3400 موظف ان شاء الله بيكون قبل ان ما يستخدمون النظام في شهر أبريل المرحلة الثانية ان شاء الله سوف نقوم بتدريب 3400 كادر طب ان شاء الله والمرحلة الأخيرة ان شاء الله 3800 ما شاء الله عليكم عموما هذه من الناحية التي تخص مراحل تطبيق النظام المشروع متى بيتم تطبيقه يعني خلاص 100% انه بيكون خلاص مفاعل؟ ان شاء الله نهاية 2017 يعني بيشوفون المرضى أثر تطبيق هذا النظام ان شاء الله من بداية 2018 طيب شو الأثر اللي منتظر من خلال تطبيق هذا النظام وهذه هي المسألة الجوهرية اللي نبغي الناس يعرفونها بالضبط ليش هذا النظام نظام يعني في الأساس الحكومة او الدولة استثمرت فيه لمصلحة المرضى لان في عائد كبير من خلال هذا النظام على المرضى فخبرين عن هذا الأثر طبعا هي لعدة إيجابيات هذا المشروع اول شيء ان المريض بيحصل على ملف الكتروني طبي شامل حاليا أخوي محمود احنا عدنا ملف الكتروني طبي شامل حاليا الحين يوم بتزور مستشفى راشد ولا مستشفى لطيفة ولا مستشفى تبي في كل منشأة صحية عندك ملف فنحن شو رح نسوي بيكون ملف الكتروني موحد بحيث اذا زرت مستشفى راشد او لطيفة هو نفس الملف اللي ينتقل من منشأة الى منشأة فهذا يساعد الطبيب ان يحصل على المعلومات سبحان الله انت حضرت او زرت مستشفى راشد كل التقارير الخاصة لك الادوية او سبحان الله اذا الانسان يعاني من حساسية معينة التاريخ الطبي للأسرة اذا راح مستشفى تبي الدكتور راح يشوف المعلومات هذه بحيث هذا يساعدنا في حفظ الوقت لان تعرف بدل ما ناخذ البيانات مرة ثانية من المريض هاي المعلومات كلها موجودة في ملف الكتروني شامل ثاني شيء انه بيوفر للطبيب سرعة تشخيص المريض لانه طبعا النظام نقدر نقول انه بيوحد الاجراءات والسياسات كلها على مستوى هيئة الصحد بي فمعناته انه سهولة الوصول في تشخيص المريض هذا بعد كفائدة ثانية زاعد مواجهة الحالات الطارئة هذا اهم عامل حكومة البيت الطالة للناس مواجهة الحالات الطارئة وتخفيض الاخطاء الطبية حاليا البرنامج اللي عندنا مهم مؤهل كافي انه نتفادى الاخطاء الطبية بتطبيق مشروع سلامة ان شاء الله نحن حاطين تقريبا اكثر من 40% من تقليل الاخطاء الطبية امتاز جدا اذا هذه الفوائد الكثيرة اذا هي صحة بدبي تخصص بوابة الكترونية تطبيق ذكي بيوفرون امكانية وصول المريض الى ملفه الطبي الالكتروني الشامل وعرض اخر نتائج التحاليل والمواعيد واية مراسلات مع الكادر الطبي وايضا المريض بيقدر انه يحصل على العديد من الخدمات التي سوف تتاح في عبر هذه البوابة مثل يعني تجديد الوصفة الدوائية مواعيد مع الاختصاصيين استشارة طبية غير عاجلة يمكن يتواصل حتى مع الاطباء نعم حاليا اخوية محمود احنا ما عندنا تواصل مباشر بين المريض والدكتور في مشروع السلام ان شاء الله سوف نطلق اللي هي بوابة المريض من خلاله المريض يتواصل مباشرة مع الدكتور في تجديد الوصفة او حتى في طلب تقرير حاليا احنا عندنا المريض يزور المنشعة الصحية للحصول على تقرير طبي وانت يالس في البيت تقدر تحصل على نسخة من التقرير الطبي تقدر حتى تطلب موعد مع الدكتور تقدر تكنسل الموعد تقدر تأجل الموعد تقدر حتى تطلع تقرير من التحاليل الطبية الاخيرة اللي انت سويتها عندنا في المنشعة عشان محد يطلب واسطة عشان تطلعون التقرير ومادري كذا لا هاي الأمور كلها بتكون توفرة متوفرة وهو في أي مكان موجود يقدر عنده بتكون صلاحية مخولة انه يدخل عن طريق هاي البوابة ويطلب هاي المعلومات طيب انا هنا بعد ابغي تواجه ومادري هاي السؤال هل اوجهها لتشنت يا عايشة ولا اوجهها لادارة اخرى غير ادارة تقالية المعلومات لان انا العرفة هناك بعض الرسوم بعض الشغلات اللي تفرض على مسألة التقارير وكذا استخراجه هاي كيف حليتوها انتو في النظام حاليا في النظام ان شاء الله بيكون كل شيء يعني يوم اه باي المريض يبغي يطلب اللي هيو تقرير طبي فنحن ان شاء الله بيسوي منسوي ربط اه اه انه يدفع اونلاين ويقدر يحصل على التقرير الطبي اوكي ممتاز انا عباري بتوفرونا ببلاش لا 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 بيزاته ايضا هذه خدمات اكيد الواحد يسعى الى الوصول بها الى سعادة المتعاملين الان عايشة يعني انا اهنيكم حقيقة على اهني جميع اللي اشتغلوا في هذه المبادرة اهني فريق العمل من اصغر موظفي ادارة تقنية المعلومات او في هيئة الصحة بدبي بشكل عام الى لخة اماني الجسمي مدير ادارة تقنية المعلومات الى مدرى الادارات والمدرى التنفيذ الى النهي هو مشروع عمل جماعي بولة تعاون وتكاتف جميع الاطراف لما وصلنا الى هذه المرحلة ان شاء الله نحن منهنيكم على تطبيق هذا النظام 100% ودخول سير العمل في القريب العاجل ان شاء الله ومادري تبغين توجهين كلمة اخيرة قبل الله ان نختم معاك احب هذا المنبر ان نشكر كل الطاقم اللي يشتغل معنا في هذا المشروع سواء من الكادر الطبي اللي كانوا معنا ويساعدونا ان نحن نحصل على المعلومات الطبية بسرعة افضل فنشكرهم وان شاء الله نشوف الاثر الايجابي من تطبيق هذا المشروع باذن الله جميل اذا كل شكر للاستاذة عائشة خلفان العلي رئيس بناء فريق سلامة بهيئة الصحة بدبي ايضا مستمعينا قبل ان نختم معاكم انا عندي بما نحن نتكلم عن حلول ذكية وتقنيات ذكية في فريق من الباحثين بمدينة زويل بقيادة الدكتور ابراهيم الشربيني استاذ علوم النار شارك لمركز علوم المواد طبعا الدكتور ابراهيم يعني قام بتطوير نوعية جديدة من ضمادات الجروح الذكية تعتمد على وجود جسيمات نانو محملة بالدواء موزعة داخل الياف نانومترية لتوصيل الدواء بشكل قابل للتحكم الى المنطقة المصابة مع امكانية استخدام ضمادة واحدة لإتمام عملية الالتيام يعني سمارت لزقة الجروح هذه بتكون وائد سمارت فيها تقنية طبعا هذه ليش يعني بعد تفقدهم العديد من الأدوية المتاحة والشاية استخدامها لهذا الغرض قرر الفريق استخدام الفينوتوين في بحثهم وعلى الرغم من كفاءته العالية في عملية التأام الجروح الا ان قدرة الفينوتوين المحدودة على الذوبان وتوفر الحيوي المحدود وعدم توزيعه بالجرعة المناسبة حد من عملية استخدامه للتغلب على تلك العقبات قام الفريق بدمج الفينوتوين مع حاملات نانوية في هذه اللزقة يعني في كمية من الدوار المستخدمة وتعزيز عملية توزيعة بشكل منتظم طبعا اللي معايا عبر البث المباشر أنا براويهم إن شاء الله اللزقة كيف شكلها لكن مستمعين الكرام نحن وصلنا إلى ختام برنامجنا اليوم هذه من ضمن الحلول الذكية عشان بس أراويكم وين التقنية تعمل في عالم الصحة وين رايحين هذا جزء بسيط يعني من هذه التقنيات ليش مشروع السلامة مشروع حيوي مشروع قومي مشروع تسعى هيت الصحة لتحقيقه هناك الكثير من المشاريع القادمة إن شاء الله حتى نلقاكم إن شاء الله في الغد باتر عندنا موضوع وايد مهم فتقبلوا تحياتي محدثكم حمود يوسف العدي وكانت معنا في التنسيق حمد المعيوف وفي الإخراج عيسى سبيل ودمتم بصحة وسعادة صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي